رجل لديه مشكلة تذهب إلى الحمام لمدة 22 سنة إلى أن قام الأطباء بإزالة 30 باوند منه مرحبا بكم متابعين الكرام في فيديو جديد من قناة عالم المعرفة تعلمنا منذ عمر صغير أن نأكل طعاما صحي ونتبع نظام حياة صحي حتى نعيش طويلا وبصحة جيدة ولكن ماذا لو كنت تواجه صعوبة كل مرة تذهب إليها إلى الحمام وماذا لو كنت تشعر بهذا الإحساس لمدة طويلة جدا هذا ما حصل لرجل صني شخص بإصابته بداء هيرش سبرونغ والذي يصيب الأمعاء الغليظة هذه الحالة تجعل من الصعب على شخص ما الحصول على توازن منتظم يظهر هذا الداء من البداية أي من الولادة وللأسف يجب على المصاب به التعيش معه لبقية حياته قد تنجح العملية لكن الأمر يتطلب تشخيصا ومعامل جيدا للمرض والذي قد يعاني المريض لمدة طويلة تعيش هذا الرجل الصيني المجهول مع المرض لمدة 22 سنة عانى فيها من عدم قدرته على التخلص من الفضلات بصفة طبيعية في حين يتم تخزين الباقي في أمعائه وصف الطبيب دايفيد روسفيلد حالة الرجل بالحمل حيث لم يتعاطى أي نوع من الأدوية الموسوفة لهذا المرض وهو ما جعل حياته أكثر مأساوية وتوجب عليه في هذه المرحلة أن يخضع لعملية جراحية صدمة الأطباء حيث أزيل من جسده حوالي 30 باوند من الفضلات الجسيمة من جهاز الرجل الهضمي وهو ما جعله أخفى ب30 باوند من وزنه السابق وضح الطبيب أن هذا الرجل كان محظوظا لعدم حصوله على أي تشوه في جسده بشكل عام والذي كان ليكلفه حياته حيث وفي حالة تمكنت هذه الفضلات من التسرب لأوعياته الدموية كانت هذه الآخرة لتسمم وتنقل السم لكافة أنحاء الجسد مؤدية لموت فوري تمكن هذا الرجل من التعايش مع حالته لعقود لكنها كانت تزداد سوءا لو استمر في تجاهلها لذلك يتفانى الأطباء في تذكيرنا أن نعلن التحقق فورا من أي أعراض غريبة أن لا نتجهلها أبدا ونتركها لتزداد سوءا فهذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة انتشرت قصة هذا الرجل على الأنترنت مع العديد من ردود الفعل حول معاناته حيث تساءل البعض حيال كفية ناجاة هذا الرجل من تسمم الدم في حين اشتبه البعض أنه استعمل جرعة صغيرة من دواء ما لإفراغ قلون معيه الغليظ دون أن يتسبب له بفتق وأنه كان مع ذلك محظوظا كفاية ليحصل على مساعدة طبية قبل فوات الأوان إحدى المتفاعلين مع قصة الرجل الصيني شارك قصته الخاصة المشابهة لهذه الحالة حيث عانى من الامساك تلت حياته إلى أن تمت أشخيصه بالداء في عمر الأربعون سنة وكتبت أيضا أن البعض كان يسخر من صغيرها دون أن يدركوا أنها حالة خطيرة وليس محرجة فقط بل وحتى مؤلمه ميتة إذا لم يتم معالجتها وكتب أيضا إلى الأشخاص الذين يسخرون منا كونوا ذوي إحساس كان هذا ليكون أنت أو شخصا قريبا لك نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديدنا ونتمنى لكم صحة جيدة ورمضانا مبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر